بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسل سالم الهيشري سنواصل إذن شرح مقرر الكيمياء عضوية 1 وسنمر إذن إلى الجزء الرابع حيث سنواصل شرح ميكانيكية لسدال نيكروفيلي أحادي الجزائية S1 إذن سبق وبدأنا بشرح العوامل التي تؤثر على تفاعل S1 أو العوامل التي تؤدي إلى تفاعل السدال الأحادي الجزائية وبدأنا بطبع الحال في الفيديو السابق بنوعية الألكيل هاليد نمر الآن إلى المذيبات القطبية أو النوعية المذيب فالمذيب القطبي البروتوني هو الذي يساعد كذلك على تفاعل أو الذي يؤدي إلى تفاعل الاستبدال الأحادي الجزائية ويزداد إذن معدل التفاعل S1 كلما زادت قطبية المذيب القطبي البروتوني حيث تزداد استذابة الإيونات الناتجة في الخطوة الأولى كما سبق وشرحنا فقلنا أن الخطوة الأولى يتم خلالها يعني قسر غير متماثل إذن قسر غير متماثل هنا قلنا ونتحصل على الهليد وعلى الوسيط هنا فبالتالي إذن المذيبات القطبية البروتونية تساعد على استذابة هذه الإيونات المتحصل عليها وإذن خلال أعملية الاستذابة هنا يمكن أن أشرحها باستعمال مركب الماء مثلاً فالماء كما تلاحظون يعني يحتوي على أكسيجين وهيدروجي وهيدروجي وبالتالي إذن كما تلاحظون فالرابط هنا بين الأو أيتش هي رابطة قطبية إذن توجد لدى الهيدروجين هنا من ناحية هيدروجين رابطة أوس شحنة جزئية موجبة والأكسيجين شحنة جزئية سالبة فبالتالي إذن الماء يقوم مثلاً باستذابة هنا الأيونات التي نتحصل عليها بهذا الشكل حيث أن الأيون الموجب للكاربوكاتين المتحصل عليه هنا سيكون هناك انجذاب إلكتروستيكي مع الشحنة جزئية السالبة للماء فالماء إذن سأقوم برسم بهذا الشكل يعني على هذا الشكل إذن هنا الأكسيجين إذن الأكسيجين متجه إذن كما تلاحظون نحو الشحنة الموجبة نتيجة الإنجذاب الإلكتروستيكي بين الشحنة الجزئية السالبة لأكسيجين إذن مع الكاربوكاتين أو كذلك الجانب الآخر فكذلك عنصر الهاليد هنا أو إيون الهاليد سيتم استذابته بالماء والماء هنا سيحيط بهذا الشكل إذن يحيط بهذا الشكل كذلك من خلال التجاذب الإلكتروستيكي بين الشحن الجزئية الموجبة للهيدروجين مع الـ X السالب كذلك الأمر من هنا إذن هذه تلخص عملية استذابة الإيونات باستعمال المذيبات القطبية البروتونية إذن نستنتج من هنا أن المذيبات القطبية البروتونية تساعد على تفاعل S1 يجد الإشارة هنا إلى أن التفاعل الاستبدال S1 لا تعتمد على قاعدية النيكلوفيل لأن التفاعل يدخل في خطوة سريعة خلال تكوين أو بعد تكوين الكاربوكاتيون في المرحة أولى فالنيكلوفيل يتفاعل بسرعة مع الكاربوكاتيون لأن الوسيط هنا له قدرة كبيرة جدا على التفاعل فبالتالي لا يحتاج إلى نيكلوفيل له قاعدية قوية وإذن التفاعل كما سبق وقلنا فهو التفاعل سريع جدا نمر الآن إلى شرح المسار الفراغي لتفاعل الاستبدال الأحادي الجزائية إذن سبق وقلنا أنه في المرحة البطيئة يتم إذن كسر غير متماثل هنا وخروج إلى المجموعة المعادرة المتماثلة في يون الهاليد وتكوين الكاربوكاتيون هذا الكاربوكاتيون كما تلاحظون له تهجين SP2 فبالتالي إذن له شكل مسطح يتمثل هنا في شكل مثلث عمودي على سطح الشاشة كما تلاحظون فبالتالي إذن هناك مساحات شاغرة يمكن أن يقترب من خلالها النيكلوفيل هنا هذا هو النيكلوفيل هنا إذن وتمثل في إيون الهيدروكسيل الهيدروكسيل إذن إذن سبق وقلنا أنه هذا الشكل له شكل مثلث إذن مسطح إذن عمودي على سطح الشاشة فبالتالي النيكلوفيل يمكن أن يقترب من الأماكن الشارغيرة وهي إما من هنا إذن من اليمين من هنا أو من هنا أو من يسار من هذا الاتجاه ويقترب بنفس النسبة إما من اليمين 50% من اليمين و50% من اليسار إذن إذا اقترب الإيون الهيدروكسيل أو النيكلوفيل هنا من اتجاه اليمين كما تلاحظون بالأحمر فبالتالي إذن خلال عملية الاقتراب هذه المجموعات سوف تتجه نحو اليسار يعني تتجه كما تلاحظون نحو اليسار هنا وتبقى إذن ونتحصل على الشكل الفراغي التالي لهذا المركب الناتج الاستبدال خلال عملية استبدال إذن أكلور هنا بـ OH ونتحصل إذن على كحول هذا إذا كان الاقتراب الـ OH أو النيكلوفيل من اليمين من هذا الاتجاه أما إذا كان الاقتراب إذن من اليسار كما هو إذن من الأزرق يعني من هذا الاتجاه إذن من الأماكن يعني من الجهة الشاغرة فبالتالي يؤدي إلى اندفاع هذه المجموعات إلى أو هناك ازدحان فراغي بين النيكلوفيل وهذه المجموعات التي ستتجه إذن قليلا إلى اليمين ويصبح لدينا إذن هذا الشكل الثاني للناتج الثاني لتفاعل الاستبدال إذن فنتحصل بالتالي إلى على شكلين كل واحدة صورة الآخر من خلال مرآة وتسمى إذن هذه الأشكال إي نونتيوميران ترجمة نانسي قنقر